بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة لأرجوزة ما وجب من نظم قواعد بن رجب الإمام الشهير الحنبلي رحمه وتعالى نظمها الشيخ محمد بن مقبل العنزي القاضي بدواني المظالم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الرازقي مدبر الأمور للخلائق ثم أثني بالصلاة دائما على النبي قاعدا وقائما علمنا القواعد الشرعية فهي بذا مهمة مرعية منها التي نص عليها ابن رجب في همة تثير بركان العجب إذ حرر القواعد الكثير في مدة وجيزة قصيرة ولم أجد نظما لها يسهل على مريد الحفظ لا يثقل فخط هذا النظم أيام بدت من الخميس والخميس اكتملت سبع ليالي محصيات كاملة علي بذاك أخدم الحنابل لله أرجو أن تكون خالصة من الريا ولوك قدر الحالصة واعذر أخاك إن بدى منه الزلل وانصح فنصف الخلق من خير العمل القاعدة الأولى الحكم جار الماء حكم ما ركد أو حكم كل جرية قد انفرد القاعدة الثانية والشعر والظفر من الحيوان منفصلان عنه يا إخواني فهذه في المذهب المعتمدة وما سواها نحلة منتقدة القاعدة الثالثة من زاد فوق مجزئ يصاحبي هل حكم كل فعله كالواجب إن كان ما قد زاده ينفصل فلا خلاف أن ذاك نفل وإن يكن بأصله متصلا فحكمه وجان عند من خلا القاعدة الرابعة وجوزوا التقديم للعبادة على الوجوب فاحفظ الإفادة ولا يجوز فعلها قبل السبب إذ أنه موجبها فلا عجب القاعدة الخامسة من قبل وقت واجب قد بادر ثم أتى والحال قد تغير بحيث لو قد فعل المعجلة وقت الوجوب كان فعلا مهملا فذاك إما أن يكون واقع في الذات أو لشرطها مواقع وفيه ما يختلف الأصحاب حققه ما تفتح لك الأبواب القاعدة السادسة ومن يؤدي واجبا مقررا في حينه ثم ترى ما غير ففعله مشز له في دينه إذ كان ذاك واجبا في حينه القاعدة السابعة ومن بدا عبادة ثم وجد أثناءها بعض الذي كان فقد بحيث لو كان عليه يقدر لكان ذاك الواجب المقرر فإن يكن رجوعه مقدورا للأصل لكن فعله معسورا فعوده للأصل ليس لازما إذ لم يكن قبل الشروع عالما وإن يكن شروعه للعجز فغير فعل الأصل ليس يجزي القاعدة الثامنة ومستطيع فعل بعض ما أمر لكنه عما بقي لم يقتادر هل لازم أن يفعل المقدورا أو أنه في تركه معذورا القاعدة التاسعة ومن أتى عبادة على صيفة منهية فحاله منكشفا إن كان نهيا للذوات عائدة فلا تصح أو يكون واردة لشرطها فإن يكن مختص فذك أيضا لا يصح نص وإن يكن لشرطها لكنه دون اختصاص ثابت فإنه عن الإمام أورد قولين أقواهما البطلان دون مين وإن يكن لغير شرط عادا فحكمه وجهاني يستفادا القاعدة العشرة وقسم الألفاظ في المعاملة وفي العبادة بنا مجاملة واعتبر في اللفظ والمعاني فذاك متسب إلى القرآن ومنهما كل إلى المعاني كالبيع والطلاق من لسان ومنهما باللفظ حتما يؤمر إلا إذا عليه ليس يقدرون القاعدة الحديث عشر ومن عليه واجب معجل فهل له من قبله التنفل إن كان ذاك في رب العبادة فقسمها قسمة مجادة إن كان في أوقاتها متسعوا فجوزوا النفل له ووسعوا ولا يصح النفل فيما ضاق لأنه عن فعله النعاق أما الذي يكون في الأموال فصحح النفل ولا تباري القاعدة الثانية عشر وجوزوا امتثال ما قد ورد إذ جاء في أوصافه معددا لكنهم قد فضلوا المداومة لواحد منها بلا مراغما القاعدة الثالثة عشر والعلة الظاهرة المعلومة أحكامها بإثرها موسومة حتى مع احتمال ما عداها فالقوم دوما يعملوا أقواها القاعدة الرابعة عشر وإن وجدنا علة من العلل لكن جيلنا عين من لا فعل هل يلحق الحكم بكل منهما أو أنه يرفع ذاك عنهما القاعدة الخامسة عشر وكن على الأصل مقيما أبدا لا تلتفت للازم قد ورد أو كنت أيضا معملا لظاهري لا تلتفت للازم من مظاهري القاعدة السادسة عشر إن كان فعل الأصل مستحيل حين الوجو بفرط البديل ثم عن الواجب أصل قد قادر هل عائد أو البديل مستقر القاعدة السابعة عشر وإن يكن تعرض الفعلان ذو شرف وكثرة في الثاني فظاهر من قولة الإمام تقديم ذي الكثرة في المقام القاعدة الثامنة عشر وإن تكن عبادتان قد أتت من أصل جنس واحد تواردت ولم تكن إحداهما مفعولة على القضاء أو بها موصولة فرجحوا إجزاء كل منهما عن أختها فكن به مسلما القاعدة التاسعة عشر وليس إمكان الأداء يا هيمام شرطا يقر الواجبات في الذمام القاعدة العشرون وما من العين نمى فإنما أحكامه كحكم جزء علم وما من الكثب يكون نامي فعكس نامي العين يا إخواني القاعدة الحادية والعشرون ونامي العين ونامي العين ليس دوما مضطرد فالطفل في أحكامه قد ينفرد القاعدة الثانية العشرون وكل عين في سواء تغمر ولم يعد من إثرها ما يظهر فهل بذا تكون كالمعدومة أو أنها موجودة معلومة القاعدة الثالث سرشون ومن عليه واجبات شرع لكنه عن بذلها ممتنع هل إذنه تسقط بالكلية أو يجبره ناظر القضية القاعدة الرابعة العشرون ومن عليه واجب تقرر لكنه لنقل ملك بادر فإن يكن بذاته معلقا وزال عنه فالسقوط حققا أو لم يزل فاختلف الأصحاب وابن رجب يبطيه لا يرتاب وإن يكن معلقا بالمال فلا يكون ساقطا بحيالي القاعدة الخامسة والعشرون الخامسة والعشرون إن كان ملك العين حقا ثابتا بما يكون مكنعا وكابتا فما من الأعيان قد تولد فهل يكون تابعا أو مفردا وهكذا متصم بها فهل يأخذ حكم تابعا أو يستقل القاعدة السادسة والعشرون من أتلف المؤذي دفعا للأذى فلا يكون ضامنا لما جنى وإن يكون مدافعا أذاه به فهو بذاك ضامن لصاحبه القاعدة السابعة والعشرون السابعة والعشرون ومطلف الأشياء يرجو النفع لنفسه فلا ضمان شرعا ومطلف لأجل من سواه فضامن لما جنت يداه القاعدة الثامنة والعشرون والتلف الحاصل من فعليني قد قسموا أحكامه قسميني إن كان فعل بعضهم مستندا للإذن ضمن كاملا من اعتداه وإن يكون قد اعتدى صار الضمان بينهم نصفان وإن يكون قد اعتدى الاثنان بقطع الهمزة للضرورة فتثبت القاعدة السابعة والعشرون من كان قد سمح في اليسير لكنه زاد إلى الكثير هل ينتفي السماح في المحدودة بالإذن أو جميعها مردودة القاعدة الثلاثون ومخرج أمواله ودافعه تعبدا لكن طرت موانعه أصلها طرأت فهل يعود ذلك المدفوع لملكه أو أنه ممنوع القاعدة الحديث والثلاثون وما يكون وما يكون بالشروع لازم ثم أته مفسد ملازم يقضي حتما لازما كما فعلوا الاعتبار ذمة فيما نقل القاعدة الثانية والثلاثون وصححوا استثناءه لمنفعه معلومة من كل ملك رفعه القاعدة الثالثة والثلاثون اختلفوا في الاستثناء حكما الحكم كلافظ قد لازما أو أنها تغتفر الجهالة فحكم الصحة لا محالة القاعدة الرابعة والثلاثون منافع العبد إذا استحقت يوما بعقد لازم وحقت فالعطق ليس ساريا إليها والعقد حق لازم عليها القاعدة الخامسة والثلاثون من كان يوما مالكا للمنفع ثم استحق ملك ذاتها معه هل يفسخ العقد على المنافع أو أنه باق بلا مدافع القاعدة السادسة والثلاثون والله التأجير كالوصاية ثم أتى ما يرفع الولاية فهل بذاك تفسخ الإجارة أو أنها من فسخها مجارة القاعدة السابعة والثلاثون وإن يرد عقد على عقد مضى مع اختلاف بينها فالمرتضى تفصيل كل حالة على حدة إذ ليس فيها نحلة مضطردة القاعدة السابعة والثلاثون وإن بألفاظ العقود يدرج مع الأصول وضعهن يخرج فهل فساد العقد ذا يرجح أو أنه كناية يصحح القاعدة التسعة والثلاثون هل في العقود تقبل الكناية أو أنها مرضودة بداية القاعدة الأربعون تبدل الأملاك في الأعيان مقسم عندهم مقسمان تعلق فيه بملك واحد فذا يزول بالبديل الوالد وإن يكون بنفس ذاك المال فلا يكون ساقط بحال القاعدة الحديث والأربعون عين بها الحق وغدا يؤمن فأتلف الأعيان من يضمن فهل يعود الحق كالتليدي أو أنه لابد من جديدي القاعدة الثلاثة والأربعون وواجب الأداء من أموالي أداؤه يكون في أحوالي فالدين والعين هم قسمها وتحت كل قسمة تراها القاعدة الثلاثة والأربعون ويضمن المتلف من أعياني باليد أو بالعقد كل جاني وتحت كل قسمة منظمة مذكورة بنصه معلمة القاعدة الرابعة والأربعون قول الأمين يقبلون في التلف نص عليه السابقون والخلف وإن تكون أقواله في الرد فقسم من أحوال من يؤدي القاعدة الخامسة والأربعون وباطل العقد به الأمانة عن غيرها معزولة مصانة وإن يكون خالطها سواها فلا يكون باطلا مجراها القاعدة السادسة والأربعون هل كل عقد فاسد معقود أو أنه مضطرح مردود القاعدة السادسة والأربعون إن كان عقد نافذ مضمون فمثل الفاسد يرتضون وكل عقد من ضمان كاسد في صحة فمثله في الفاسد القاعدة الثامنة والأربعون مستلم التعويض قد أفاد يملك عليه العوض المراد القاعدة التسعة والأربعون وترك قبض في العقود يقسم لما به تمامه سيحسم فذاك لا بد من التسليم أو أنه يكون كالعديم وإن يكن تم بدون قبض فذاك في نص الإمام يمضي القاعدة الخمسون وعقد قهر لازم هل يشترط للملك دفع قيمة بلا شطط القاعدة الحديث الخمسون القبض إما للضمان ينقل لمالك أو أنه لا يفعل القاعدة الثانية الخمسون تصرف في الملك قبل القبض مقسم بحسب رأي البعض في بعضه التصرفات ناجزة وفي سواها لا تكون جائزة القاعدة الثالثة والخمسون ملكم به حقوق رب عالق اختلفوا في حكمه العمارقة وآكذا إن كان حقا لأحد معين فاختلفوا كما ورد القاعدة الرابعة والخمسون تصرف في العين إن تعلق حق بها ثم أزيل مطلق هل واجب عليه أن يستأذن ممن له الحق بها ممكن القاعدة الخامسة والخمسون ومن له تملك بالعقد أو بالفسوخ فعله هل يجديه هل يكون فعله تملك أو ملكه بذاك ليس مدرك القاعدة السادسة والخمسون إذا الشروط قارنت عقود هل يكتفى أو كان ذا مرضود القاعدة السابعة والخمسون والمنع إن قارن للأحكام فالرد فيه مذهب الإمام القاعدة السابعة والخمسون ومقلع عن امتناع قد وقعها الحكم كفعله لما امتنع القاعدة التاسعة والخمسون العقد للموجود والمعلوم والفسخ قد يأتي على المعدوم القاعدة الستون والفسخ إن كان به أضرار فالحكم بالنفوذ لا يختار القاعدة الحديث والستون تصرف الإمام بالرعاية وكالة يكون أولاية القاعدة الثانية والستون والعسل قبل العلم ربما يرد بالاختلاف صرحه فلتتئذ القاعدة الثالثة والستون ومن رضاه لا يكون منتظر فعلمه كذاك ليس معتبر القاعدة الرابعة والستون تصرفات المعتدي مردودة لو بعد بانت إذنه موجودة القاعدة الخامسة والستون من ظن شيئا ليس في أملاكه بعد التصرف بان من ملاكه القاعدة السادسة والستون ومن على مسبب قد استانت فبنى أن ما سواه المعتمد وكان ذاك الغير موجودا معه فحكمه التفريق من دون دعه إن كان ما قد ظنه مصحح فعمل به وغيره يضطرح القاعدة السابعة والستون ومشتر دمته قد أبرئت أو قيمة له بيوم نوهبت ثم انجلت عيوبها الجسيمة فهل برد يستحق القيمة القاعدة السابعة والستون وموقع عبادة أو عقدة مع شكه هل شرطها قد وجد فهل على شرطها تعلق أو أن ابطالا لها يحقق القاعدة التاسعة والستون عقد على فعل محدد ورد هل لازم تحصيله ممن عقد إما يكون ثابتا في الذمة فلازم عليه أن يتمه وإن يكون عقدا بلا لزوم فليس من يديه بالمحتوم القاعدة السابعون فعل به مفعوله قد نطق أو كان في ظرف له تعلق إن عم ما وخص منها فاعل هل للمخصص العموم شامل القاعدة الحديث والسبعون وإن يكون من مال غيره أكل من دون إذن فاقس من بلا عجل مال به تعلقت حقوق يجوز إن كان له يتوق ومال من مالكه معين فذاك مقصوم كما يبين وال لما لغيره يحوز لنفسه فأكله يجوز ومن بلا ولاية قد أكل في حالتين حله قد جعل ضرورة بنفسه أحاطت أو أنها الأكل منه تاقت القاعدة الثانية والسبعون من غير الشرطين يستحقوا بالعمل فاضبط حالهم بلا ملل من ظاهر من حاله المطالبة كحاجم فاحكم بلا مغالبة ودافع عن المسلمين مهلكة أو منقذ المعصوم مما أدرك القاعدة الخامسة والسبعون رجوع شخص باذن تحقق إذا على مال سواه أنفق إما يؤدي عنه شيئا واجبا فحقه بذا كان يطالب أو حقه بما لغير علقا كن بالخلاف بينهم محقيقا والصورة إن توارد معا فحكمها فيه اختلاف وقع القاعدة السادسة والسبعون وأجبر الشركة أن يقدم تصرفا فيه انتفاع لهما القاعدة السابعة والسبعون والملك بملك غير متصل مع ضرر وليس عنه ينفصل وكان ذاك الملك تابعا له ويرفض الشرك أن يفصله فمالك الأصل بذاك يقدر نزعا لذاك والشرك يجبره القاعدة السابعة والسبعون ومدخل نقصا على ملك أحد فحكمه في حالتين قد ورد إن كان لاستخلاص شيء يملكه ولم يكن مفرطا مشارك فهو بذاك غارم لما جنى وعكسه وآذن لا يضمان القاعدة التاسعة والسبعون وزير عم بأرض غيره قسم إلى ثمن عده إن قد علم حكم كل حالة قد طال لأجله نذكرها إجمالا فزارع من دون إذن معتدي وآخر زاد عن المحدد ومن بعقد فاسد زراعته مع عاقد قد ثبتت ولايته ومن يظن عاقدا وليا فبان منها حاويا خلية وزرع ملك أو بإذن قد حصل والملك بعد زرعها قد انتقل والسيل إن يحمل لأرض بذره من دون فعل فاقبلن عذره وسابع بإذن مالك زرع وبعد ذاك مالك الأرض رجع وزارع في ملك منه قد منع هكذا وزارع في ملك منه قد منع الحق الغير كالرهوني فاستمع هذه ثمن عدها قد حصل نظمتها بهذا القدر المختصر يحرر نظمتها بهذا القدر المختصر القاية الثمنون وما يكون حمله يكرر كالخضروات والبقول تذكر هل بالزرع ملحق أو بالشجر مصنف الكتاب وجهين الذكر القاية الحديث والثمنون وما من النماء زاد واتصل وعاد بالفسخ لمن عنه انفصل فالمذهب المشهور للعين تبع معنه خلاف قول المتبع القاية الثانية والثمنون حكم النماء في العقود منقسن وحكم كل واضح وخدحسن فتارت النماء هل منفصل من عينها أو غيرها يحصل وما بعين من حقوق علقا ثلاثة فكن بهن محدقا عقد وفسخ أو خلي منهما فحفظ فذا سهل وليس مبهما نماء كذب في الفسخين وجد لا يتبع العيان قول مطرد وإن يكن من عينها تولد روايتين في الكتاب أورد وشرح كل في الكتاب ساطع فاز بعلم حافظ يراجع القاية الثلاثة والثمنون نخل بالاستحقاق ملكه نقل أو بالفسخ أو بعقد قد قبل فتتبع الزيادة المتصلة دون التي عن أصلها من الفصل فصل وحكم غير النخل من باقي الشجر واجهان فيه يستحق للنظر القاية الثانية والثمنون الحكم حمل قبل أن ينفصل معتبرا أو ساقطا قد جعلها القاية الخمسة والثمنون لخمسة تقسم الحقوق بفهمها وحفظها تفوق تملك من بعد ملك قد ذكر وثالث حق انتفاع اشتار ثم اختصاص بعده التعلق من أجل استفاء خمس حقق خمس حقق أو حقق العلماء القاية السادسة والثمنون والملك قد قسمه لأربع عين ملك مع امتلاك المنفع والثاني عين دون ملك نفعها والثاني عين دون ملك نفعها وثالث نفع بدون عينها ورابع باكتمال الأربعة ملك انتفاع دون ملك المنفع القاية السابعة والثمانون ونقل ملك ثم ونقل ملك تم شرعا يقبل مع عوض أو دونه لا يسأل وإن يكون نقلا لملك منفع فلازم يكون أو به سع ولازم يجوز لكن يشترط بمثله أو دون عقده فقط وحق الاختصاص وانتفاع فيها خلاف ما عدى الأبواع القاية السابعة والثمانون ومحدث للنفع وسط الطرق في واسع الطريق أو في الضيق فإن يكون في واسع بلا ضرر قسمه لزائل ومستقر والمستقر بعده قد قسمى لنفع خاصة هكذا يحرر لنفع خاصة أو لنفع عام وإن يكون في ضيق يضر فمطلقا يحرم لا يقر القاية التسعة والثمانون وبالإطلاف أو بعقد أو يدي وهكذا وبالإطلاف أو بعقد أو يدي فتلك أسباب الضمان حدد القاية التسعون يد على أموال غير آجلت أقسامها ثلاثة بلا علت يد بالاستلاء قد تملكت ذمتها عن الضمان فككت سواء الملك بذاك قد حصل أو زال عنها من السقوط والفصل والثاني أهل الملك لم تحصني وهكذا الضمان عنها حفصني وثالثة بفعلها لا يمتلك لكنها تضمن كل ما هلك القاية الحديث التسعون ويقسم المال إلى مقولي وعكسه فلتستمع مقولي سيضمن المقول إن كان نقل بالعقد أو باليد شط قد جعل وما للنقل مطلقا هكذا وما للنقل مطلقا لا يقبل ففي المشهول هكذا ففي المشهول حكمه مماثل القاية الثانية والتسعون يد الضمان ألا تكون سالكة مع اليد التي أساسا مالكة القاية الثالثة والتسعون وما لمقصوب قبض من غاصبه ولم يكن يعلم حال صاحب عند الأصحاب هكذا عند الأصحاب حكمه كمن غاصب عند الصحاب حكمه كمن غاصب فيضمن النفع وكلما عطب القاية الثالثة والتسعون وقبض ما لغير ممن قبضه بالحق دون إذن من قد أقبضه إن جاز إقبض بلا إدانة فومع ثاني بلا أمانة القاية الثالثة والتسعون ومطلف الأموال بالجناية مع ظني الملكة والولاية فبان أن الحال عكس ما يظن أقسامه ثلاثة فإن يكون مستندا لضرار تبين به التباس أو أقر من جنا فضامن من كان أحدث العطب أو من أقر أنه هو السبب وإن يكون مجرد اجتهادي فاختلفوا فهم بذا مراد وإن يكون بالاستناد معتدي ولم يبين تخلف المستندي فإن بالأحكام قد تعلقت وصار نقص ضمن من أثلفت أو لم يقع نقص فلا ضمان بذا جميع قسمه النبان القاية الثالثة والتسعون ومن علي إباد المال واجب أداه عن غيره محتسب فأن يكون من ضمن بارئ وفعل ذاك الغير عنه مجزئ إما يكون في ملكه وميره أو أنها مملكة لغيره شعبا من قسمتين زائدة فعد إليها تحت أصل القاعدة القاية السابعة والتسعون ومن لدي مال شخص يعرفه وغاب عنه أل بذاك يصرف إن كان ممن يرتجى مع قادم فلا يجوز دون إذن الحاكم إلا اليسير إن به تصدق نص عليه أحمد فحقق أو كان ممن ليس يرجى مقدم ففي خلف في الكتاب تعلمه القاية الثامنة والتسعون واصف شئا مطالبا به يدفع إليه مع خفاء ربه وليس من يد عليه كابتة فحجته بالملك صار ثابتة وليس من يد عليه كابتة فحجته بالملك صار ثابتة القاية التاسعة والتسعون وما إلي حاجة قد تدعو مما بي عند الأنام نفعه من الأموالك أو أعياني أو بان فيه نفع الإنساني ولم يكن في البذل ضل رنبان يجب عليه بذلهم الجان ونذر ندب كالصيام في رجبها ملحق بما بشرع قد وجب القاعدة الحديث بعد المئة مخير من بين أمرين يأتى بنصف كل منهما هل يكتفى القاعدة الثانية بعد المئة من استحل بالحرام أو ملك أو للطراح واجبات قد سألك محرما فكلها معدومة ونفسه أثمة ملومة ومن بعدوان أتى ما يحرم فهو بذا كاثم ويحرم القاعدة الثانية بعد المئة تفرق يسير لا يؤثر فالفعل باقي ثابت معتبر القاعدة الرابعة بعد المئة ومن بمجهول يكون قد راضي فهل عليه باللزوم قد قضي القاعدة الخامسة بعد المئة إضافة الإنشاء والإخبار لمبهام فيها كلام جاري شعبها الحافظ في كتابه فكن بها مستمسكا وآبه القاعدة السادسة بعد المئة ومن من المجهول صار يائسة أو عسله يجعله أمرا بائسة فليجعل المجهول لك المعدومي فهو بذاك ليس بالملومي القاعدة السابعة بعد المئة من ملك المعدوم إما أن يقع أصالة أو واقع على التابع فإن يكون أصالة فباطل والتابع قبل ذاك أمر فأصيل القاعدة السامعة بعد المئة تورد الأشياء إن كان اشتاب هقوعها مع بعض إنه مرتبة فالحكم التطيب أعمل دائما ولا تكون على سواه حائمة القاعدة التاسعة بعد المئة ومبهم بين عيان مونع وهكذا معين بها جمع فالاشتباه يمنع التصرف حتى يكون واضحا معرف منع من الجمعي به قد منع لما به أقل جمع يقع القاعدة العاشية بعد المئة إن ثبت المختار فالغير واجب حاشية هنا بمعنى سقط واجب سقط أو اسقط المختار فالغير واجب حاشية هنا معنى ثبت والكلمة والكلمة التي يقع فيه اشتراك لغوي انتهى القاعدة الحادية عشر بعد المئة وواحد من واجبين قاد واجب بحجة عنها قاسي محتاج فهل يكون ثابتا لطالبه أو أنه يرد مثل صاحب القاعدة الثانية وعشر بعد المئة محرمان حاصلان جبرا يقدم الأقل من أضرر القاعدة الثالثة عشر بعد المئة والجمل الموزع على جمل فيتوزيع به يجري العمل توزيع أفراد على أفراد ففهم بكل لفظة مراد أو فرد ذي على مجموع أولى هكذا بحرر أو على مجموع أولى أو فرد ذي على مجموع أولى عن أحد قسمين يحول القاعدة الرابعة عشر بعد المئة إطلاق لفظ الشركة مختلفة أم مبهما يكون أو ينصف القاعدة الخامسة عشر بعد المئة وكل حق ثابت ومشترك نوعان ففهم لا تكون كمن ترك من يثبت استحقاقه إذا فرد بكل الحق هكذا يحرر بكل الحق حكمه قد اضطرد لكنه انزاحم البقية فتقسم الحقوقه بالسوية والثاني نعم لكل حصة إذ يستحيل جمعها في ذمته القاعدة السادسة عشر بعد المئة والملك إن تكامل بنايته ولم تجز بحالة إزالة فلو حصول ملكي تأخر هل تنعطف أحكامه إلى الوراء فتثبت الأحكام من وقت السبب أو أنها من وقت ملكي قد واجب القاعدة السابعة عشر بعد المئة وحالة التعليق للعقود إن خالفت لحالة وجود فأيوه يكون معتدم به قولان عند أحمد وصحبي القاعدة الثامنة عشر بعد المئة تعليق فسخ العقد بالوجود متابع في الحكم المقصود إن كان شرع القصد ويعتبر صح وإلا يستقر الأثر صح وإلا يستقر الأثر القاعدة التسعة عشر بعد المئة إن خص رض من عموم قد سابق بعكس حكم عمنا وكان التافق فاليكون حين خصا مخرجا أو أنه بيكون مدرجا القاعدة العشرون العشرون بعد المئة وذو القرابتين قد يرجح ذا الرأي في مذابنا مصحح حتى التي ليس لها من مدخل في الاستحقاق في الاستحقاق قدمت في العمل القاعدة الحادية العشرون بعد المئة يخصص العموم بالعراف يخصص العموم بالعراف ذا الحكم فيه مقنع وشافي القاعدة الثانية العشرون بعد المئة وعادة تخصص العموم فأعملا بذلك الفهوم القاعدة الثانية العشرون بعد المئة وشرع العموم قد يخص كنذر صوم الدهر فيه نص القاعدة الرابعة العشرون بعد المئة لفظ العموم إن أتى به السبب يخصه أو ذا العموم قد وجب القاعدة خمسة العشرون بعد المئة وعمم مخصصا بالنية وعكسه طريقة مرضية تقييد عن المطلق اختلف به وهكذا استثناؤها فلتن تبع القاعدة السادسة عشرون بعد المئة وصورة من عمومي أهملت لنذرة أو منع قد تركت فهي بذكاء أهملت في العادة فهل بلظ عمها مراد القاعدة السادسة عشرون بعد المئة وعليق الضمان في من باشرت إذا عني الأسباب قد تغيرت هكذا إذا عني تكسر النون وإن تكون مبنية على السبب عليه تنزيل الضمان قد وجب سواء كانت ألجأت إليه هكذا سواء كانت ممكن سواء كانت ألجأت إليه أو لم تكن مجبرة عليه وإن تكن من العدوان خالية نيت الضمان بالأسباب الجانية وإن تشارك ذاك بالعدوان صار الضمان بينهم نصفاني تغير المضمون في الجناية عن حالة النفوذ والسراية فأيها الضمان فيه يعتبر أقسم وأربعة كما ذكر أن يثبت الضمان فيه ممع فالخلف في اعتبار أين واقع وإن يكون في الحالتين مهدر فلا ضمن أطلقا يقرر وإن تكن في حالة الجناية مهدرة العكس والسراية فأيها بذك باتفاق ساقط لأنها تابعة للخاطئة وإن تكن في حالة السراية مهدرة العكس والجناية فاختلفوا على وجهين يضح بنصي فكلها منقحة تغير الأحوال إن تشاب في الحال بين الرمي والإصابة بأيها يكون الاعتبار أو أنه للفرق قد يصار القاية الثلاثون بعد المئة ومالكم مسكنه وخادمه ولم يكن من غيره نعادما فذكر الزكاة ليس حاجبا ولا به الحج يكون واجبا القاية الثلاثون بعد المئة وقدرة على كتسام المال بالبضع ليس واجبا بحال القاية الثلاثون بعد المئة ومن يكون قادرا أن يصنع من الزكاة حقه أن يمنع القاية الثلاثون بعد المئة وتثبت الأشياء بالتبعية هكذا مع أنها لوحدها ملغية أو بالتبعية مع أنها لوحدها ملغية القاية 16 مع randomly منعون من الرفع فذكى أسهل فأعمل به إذا أتى من يسأله القاية 16 مع randomly وامنع بملك فيه نقص واطئ وإذا كان القصور طارئة القاية 17 مع randomly والوطئ لعرض مجرم هل مثل المقدمة تحرم القاية 18 مع rejecting وواجم بقتل عمل قواد أو أنه معدية معدد القاية 18 مع� m والعين إن بها الحقوق علقت لله أو لآدم قريمة فإن تكن مضمونة فيما سلف فبالإطلاف ضمن وبالتلف هكذا فبالإطلاف ضمن وبالتلف وإن تكن في الأصل لا مضمونة فبالإطلاف وحده ومصون هكذا هذا إذا صاحب وقد حضر وإن عدم فحكمها أن تهدر وإن عدم فحكمها أن تهدر القالة التسعة والثسون بعد المية وبعض حق واجب مقدر مشارعنا محدد محرر وبعضها من جنسه ممدد بالاجتهاد قدره يحدد القالة الأربعة بعد المية إذا انتفت عقوبة لمانعي فضعف الغرم على المواقعي القاية الثلاثة والأربعون بعد المائة عين بها حق الإلهي قرر بحفظ آل مدة قد أمر فقام بالإثلاف من يحفظها فهو بذك معتد يضمنها وقيمة الضمان في رأي السلف في وقت بذل ليس في وقت التلف القاية الثلاثة والأربعون بعد المائة لو زالت العيال ثم عادت بخلقة أو بالفعال ثابت فهل لها بالعود حكم الأول مختلف عن أحمد المبجل القاية الثلاثة والأربعون بعد المائة مكان أمر مبدل قام البادل فحكمه كحكمه ولا تاسل القاية الرابعة والأربعون بعد المائة والحق من مورث ينتقل لوارث كذا عليه العمل والقاية الخامسة والأربعون بعد المائة وبائن من زوجها تعتدوا أحكامها كزوجة تعبدوا في صور معلومة معدودة كأنها بعصمة موجودة القاية السادسة والأربعون بعد المائة تفارق الرجالة الزوجات في صور كذا كمعلومات القاية السابعة والأربعون بعد المائة لمرأة النسو من احكام الذكر لمرأة النسو من احكام الذكر في صور معلومات قد اشتهر القاعدة 48 بعد المية هى مدلم بشخص جاء من امامه يسقط به ان قام في مقام القاعدة 49 بعد المية وللمعين الحقوق تختلف عن عكسه تخالفا لا يأتي في القاعدة 50 بعد المية في عقد تملك يراعى السبب كالفعل في اليمين حيث اوجب القاعدة الحديثة 50 بعد المية وتختلف دلالة الاقوال بحسب مدل من الاحوال القاعدة 53 بعد المية محرمة في النكاح اربعة مذكورة بنصه مفرعة بالجمع أو رضاعن أو مصاهرة بالجمع أو في الهمزة تثبتنا بالجمع أو رضاعن أو مصاهرة بالنقل أو بالنسب فذي الأمور ظاهرة القاية الثلاثة والخمسون بعد المائة توجه لظ مطلق إلى الولد هل شامل عمومه لما ولد القاية الرابعة والخمسون بعد المائة والبضع إن من يد زوج وعد ما فهل يكون هاهنا مقومة والمؤلة القاية السابعة والخمسون بعد المائة ولا يستقر المهر في حالة بالوطء والخلوات والوفاة القاية السادسة والخمسون بعد المائة تأن الصف المهر يكون لازم في صور فكن بإن عالمة إما تكون فرقة من فعلة أو أنها من فعلها فلتمتبه وقد يكون أجنبي فرق فكن لكل حالة محققة وقد تكون فرقة جبرية من فعل كل منهم المخلية القاعدة السابعة الخمسون بعد المية والمرأة المعتدte التي حصل لها اعتداد scary هل تنتقل لها اعتداد حادث هل تنتقل القاعدة السابعة الخمسون وان يكن تعرض الاصلان فمعمل ما فاز بالرشحان وان تساوت قوة الميزان وانهم فغالبا وجهان القاعدة التاسعة الخمسون بعد المية تعرض القصول والظواهر هكك كلم صغك الجواهر فظاهر اعماله شرعان اتى قبوله كشاهد وما روى فذاك قدمه بلا خلافي إذ حكمه في الشرع ليس خافي وظاهر لعادة قد استند أو للظنون أو لعرف قد ورد فتارة ترجح الأصول وتارة للظاهر العدول وتارة يخرج الخلاف فذاك حال رابع يضاف ألقاعة الستون بعد المعام وعمل بحكم قرعة مبينة لأنها في شرعنا معينة فمستحق لم يكن معينة بقرعة يكون قد تبينة كذاك لو أبهمه اشتباه بها يكون مباينا سواه خاتمة تم بحمد خالق العباد جامعهم لساعة التنادي صلوا على محمد وآله وصحبه ومن على من واله اللهم صلي وسلم وبركة نبي محمد بعدد خلقك ورد رفسك زات عرشك من ذلك نماتك إليه نجي من كل ضيق فأنت إلهنا مولى الجميع وهبي في المدينة المستقنة ورزقا ثم دفن بقيع في اللي والدين والمشيخ المسلمين والمفاقين في الدين وعلى المحتويل يا رب العالمين وصلا وسلم باك على نبي محمد